بعد معرفنا ازاي نحسب الاحمال على الكاميرات اللي علياها تورشن فكين قلنا سواء جاي من شريحة البلاطة اللي هي تبقى ديستربيوتو التورشن او جاي من كاميرا كنت لييفا اللي هي تبقى كونسنتريتو التورشن وفكين قلنا بنصمم الكاميرا المرحلتين مرة عن طريق البن المومنت ومرة عن طريق الشير والتورشن مع بعض طب التورشن اللي بيأثر على كل اقطاع في الكاميرا بنجيبه منين من رسمة التورشن ما من دا جرام فاحنا حاليا محتاجين نتعلم ان لو انا عندي الكاميرا عليها تورشن ازاي قدر اسم لها تورشن مومن دياجرام عايزك تحفظ دايما ان تورشن مومن دياجرام بيترسم بنفس طريقة رسم الشير وخبالك تاني انا بقولش ان تورشن مومن دياجرام لازم كل مرة يطلع شكله نفس شكل الشير فورس دياجرام لكنه بيترسم بنفس الطريقة يعني تعالى ناخد مثال تخلي لو انا عندي الكاميرا عليها تورشن وفاكين قلنا الاعمدة بتاعة الكاميرات بالنسبة للتورشن تعتبر كانة Fixed Support لكن بالنسبة للتورشن ممكن تبقى هنشت Support. حاليا لو انا عندي كاميرا علاقة Distributed Tortion وفاكين ده بنكتبه ايه دايما MT بس الام هنا تبقى Small Liter اليونتز بتاعته ايه بما ان التورشن مهم ده في الاخر Moment يعني عزم فاكرت ساعدتها وحداته وتبقى ايه فورس في مسافة فدايما ده هتبقى وحداته كيلي نيوتن بير ميتر بس خبالك في الديستربيوت ده الام تي ده بيأثر على متر واحد من الكاميرا فدهما ان واحداته هتبقى كيلي نيوتن متر بير ميتر راند بلك ده تورشن بس بتاع متر واحد بس يبقى حاليا لو انا عندي كاميرا عليها Distributed Tortion قيمته ام تي ومحتاج ارسم تورشن مومنت دا جرام وانا هنبقى حافظين ايه ان التورشن مومنت دا جرام بترسم بنفس طريق ترسم الشير فانا هاجي اتخيل حاجة هي مشو تحصل في الحقيقة ان لو انا عندي نفس الكاميرا دي بس تبقى شغل Distributed Load بدل Distributed Tortional Moment فكنو انا بس في اللودز اللي عمد هنعتبرها كانها هنجد مش فكست وهبتدي تخيل ان انا عندي Distributed Load قيمته W كيلي نيوتن بير ميتر راند تقدر تقولي هو لو انا كان عندي كاميرا عليها Distributed Load كنت برسم لها شير فورس دياجرام ازاي فاكر اول خطوة كنت بحسب Reactions في الحالة دي Reactions هتساوي ايه W في L على 2 اللي هو نص وزن الكاميرا وكنت بابتدي ارسم الشير ازاي باطلع من ناحية الشمال قيمة ال W في L على 2 فاكر بعد كده بنزل بخط ميل عشان عندي هنا في Distributed Load قيمته ال W في ال L بالكامل فبالتالي تحت قيمة الشير تبقى كام W في L على 2 وابتدي بعد كده ارجع اطلع قيمة Reaction ده اللي هي برضو W L على 2 بحس ان الشير بيقفل في الاخر دي كالطريقة رسم الشير طب انا هعمل ايه مع التورش نوم ممتا جرام هرسم بنفس الطريقة يعني اخذ بالك كل الكلام ده لا تخيولي انا مش عامله فالحقيقة لكن انا كنت افكره ولو انا كنت هرسم الشير كنت هرسمه ازاي التورشن بترسم بنفس الطريقة يعني اول حاجة انا هحسب Reaction بتاعت التورشن هتسوي كام بدل ما اقوله هتسوي W في L على 2 هنا هتسوي MT في L على 2 وابتدي ارسم التورشن بنفس الطريقة بالزبط من ناحية الشمال يعني هطلع هنا بقيمة Reaction اللي هي MT في L على 2 وبعدين عشان عندي هنا في Distributed Tورشن يبقى انا هنزل على الميل هنا قيمة MT في L بالكامل فبقى لي تحت تورشن بكام MT في L على 2 وهرجع اطلع تاني قيمة Reaction ده بحيث انه بيقفل بزيرو في الآخر يبقى انا هنا رسمت التورشن موم دا جرام بنفس طريقة رسم الشير فورس دا جرام مش شرط انه يطلع في كل الكاميرات شكل التورشن موم دا جرام هو نفس شكل الشير فورس بس هو بيترسم بنفس الطريقة وفي نقطة لازم تبقى اخذ بالك منها الـ Section دا من شكل تورشن موم دا جرام كان عليه بزيرو دا معنى ايه هو معناه ان الـ Sectionين اللي هنا في النص بالزبط مش عايزين يلفوا لا هم عايزين يلفوا لكن بيلفوا بنفس الزاوية بالزبط فما فيش بينهم اي شير سترسز لكن الـ Section اللي عند الـ Support ليه عليه اكبر تورشن موم دا هنا لان دا هيبق عليه اكبر شير سترس ليه لان عند العمود بالزبط الخرصانة سابتا مش عايزة تلف بعدين على طول في الكاميرا الكاميرا عايزة تلف ففرق الدوران بين ده cherish and section سيبقى اكبر حاجة عشان كده اعتبر عندنا اكبر شيء ل kind va عن طريقini torsomont ده كده με شكل torsomont ده عن طريق فالكاميرا distributed. طب لو الكاميرا اللي عندنا عليها تورشا مومنت كونسنتريتد مش دستريبيوتد. وفاكر كان امت بقى كونسنتريتد? لو كان عندي كاميرا كانتليفر متشغلة على الكاميرا واحدة بس. وطبعا كنت ساعتها باخد البند الموم بتاع الكاميرا كانتليفر احطه كونسنتريتد تورشا على الكاميرا اللي شغلة. فاكر ساعتها كنت باكتب الام هنا وحداتها ايه? عشان ده مومنت فوحداتها كيلين نوتين متر. بس انا مش هقول permitter run انه قبلك ده مش دستريبيوتد ده كونسنتريتد فاني بقى كيلين نوتين متر بس. تعالى مسلا ناخد مثال ان الكنسنتريتد تورشا ده بيأثر في نص الاسبام بالزبط. تقدر ترسم هنا التورشا مومنت ده جرام فاكين احنا كنا قولنا قبل كده التورشا مومنت ده جرام بترسم بنفس طريقة رسم الشير. يبقى هنا اجي اتخيل حاجة انا مش عملها في الحقيقة. انه لو انا عندي كاميرا supported من ناحيتين وزي ما قولنا في الشير حطها hinge support مش fix support. والكاميرا دي اشايلك concentrated load في النص بالزبط. نمتو F مثلا. انا ساعتها لو كنت عايز ارسم شير فورس دي جرام كنت هعمل ايه? هحسب اول حاجة. reactions. لو ال load ده في النص بالزبط فاكري بقى ساعة reactions هتساوي ايه? F على اثنين. وفي الحالة دي لما كنت هاجي ارسم شير كنت هطلع من ناحية الشمال قيمة F على اثنين. وهمشي افقي عشان ما عنديش اي uniform load هنا. وتيجي عند concentrated load هتنزل ال F كلها. يبقى ساعة تشير تحت بكم F على اثنين. وارجع امشي افقي تاني عشان ما عنديش اي uniform load هنا. وفي الاخر هطلع بقيمة ال reaction ده وهيقفل بزيرو. كده دي طريقة رسم الشير. انا مش هعمل كل الكلام ده. انا في الاخر هرسم التورشا مومنت ده جرام بنفس الطريقة. يبقى لو انا عندي concentrated torsia moment في النص وانا عزي رسم تورشا مومنت ده جرام اول حاجة عملها ايه? هحسب reactions هتبقى بكام هتبقى mt على اثنين. وبعد كده وانا برسم تورشا مومنت ده جرام هطلع من ناحية الشمال قيمة ال mt على اثنين وبعدين همشي افقي عشان ما عنديش اي uniform moment هنا. بعدين هنزل قيمة ال mt بالكامل فساعة التورشا تحتها بقى بكام mt على اثنين هو كمان. وارجع امشي افقي عشان ما عنديش اي uniform moment هنا وفي الآخر هنطلع بقيمة ال action اللي هي m على اثنين فهيقفل يبقى بزيره بالظبط. يبقى انا كده رسمت التورشا مومنت ده جرام بنفس طريقة رسم الشير. قدر تقول لي وانا برسم تورشا مومنت ده جرام يعني ايه هنا ماشي straight معناه ايه? معناه ان الفرق بين السكشن ده والسكشن ده هيطلع هو نفس الفرق بين السكشن ده والسكشن اللي بعده هو نفس الفرق بين السكشن ده والسكشن اللي بعده وهكذا يعني كل السكشن هنا عايزة تلف لكن الزاوية بين كل السكشن واللي بعده هي اللي سابتة فالشير نفسه هبقى سابت دي كده طريقة رسم التورشا مومنت ده جرام افتكر تاني ان انا برسم التورشا مومنت ده جرام بنفس طريقة رسم الشير لكن ده مش معناه ان لازم يطلع لأي كاميرا ان شكل التورشا مومنت ده جرام هو نفس شكل الشير فورزا جرام ممكن نطلع مختلفين لكن هو بيترسم بنفس الطريقة